الثالث يتذكر ذلك الرجل التصيح البليغ الحكيم قال أحد المسيحيين عن الإمام علي قال إنه حكيم الشرق أعتقد أنه لا يوجد بعد رسول الله رجل امتلك زمام الحكمة وزمام اللغة ولم يكن يتحدث عن اللغة بل يخترع الكلمات كان هو المسيطر على اللغة العربية قال إنه حكيم الشرق وأقول إنه حكيم الإنسانية أجمعين أنت حينما تسمع عن السيد المسيح وتجد أن العالم كله يدور حول قصة السيد المسيح وأن جميع الناس إنما يسجلون تاريخ ولادتهم بولادة السيد المسيح الفين وواحد وعشرين مثلا فلان ولد في الفين وعشرة فلان ولد في الف وتسعمية وكذا وكل الدول وكل الحكومات وكل الشعوب هذه تنظم حياتها بناء على ولادة السيد المسيح سلام الله عليه وهو نبي عظيم من أنبياء الله العظام لا شك في ذلك لكن سؤال لا أنا ولا أنت ولا أحد من المسيحيين وغير المسيحيين شاهد عيسى بن مريم وهو يحيي الموتى ولا شاهده ولا سمعه حينما كان ينبئهم بما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون إنما أثرت من عيسى بن مريم كلمات مجموعة من الحكم وصلت إلينا فعشقه الناس وآمنوا به حكم السيد المسيح لا تتجاوز مائتين حكمة مثلا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين هذه الكلمات هي التي جذبت القلوب إلى السيد المسيح سلام الله عليه وعلى أمه الإمام علي عنده من قصار الحكم ما وفقت أنا لجمعها في كتاب واحد تحت عنوان حكم الإمام علي حكم الإمام علي فيها 23 ألف حكمة في أكثر من 900 عنوان لا يوجد عنوان لا يوجد موضوع إلا وللإمام علي حكمة في ذلك العنوان وفي ذلك الموضوع 23 ألف حكمة للإمام علي بالقياسة إلى السيد المسيح وهو نبي عظيم من أنبياء الله فكم الفرق بين علي وبين السيد المسيح ولا نتحدث عن التفاضل بين الرجلين إنما نتحدث عن الحقائق حكم الإمام علي التي انتشرت ومنها مثلا أذكر حكمة واحدة إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم حاسن غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم حاسن أنفسهم ترجمة نانسي قنقر